من خلال لقاءاتي مع وده الحقيقة سوزهاني وبرده هحب اسمع رأيي البشمون ثاني مع اكتر من مرشح مستقل بعيدا عن القائمة حسوما دايما مبصين للقائمة نظرة ان انتو منفصلين عننا ان انتو ناس وإحنا ناس ان انتو بتعاملوهم وعملت ان احنا مش شايفينكو احنا قائمة ده كلام المستقلين هنا وفي اللقاءات الصحفية فالاول احنا سألك على الرأي ده ثانيا هتتعامله ازاي اذا لم تنجح القائمة كاملة ده رأي مش اول حاجة ده رأي مش لقيق هو الفرق بس ان احنا عادنا نشتغل كمجموعات من قبل الانتخابات خالص والترشح وعملنا مجموعات عمل في ملفات معينة ودرسناها كويس فما جات وقت الترشح كان بين قدامنا المشاكل فمن هنا قبان قدامنا التوافق مين اللي هيخش انه معظم المستقلين اللي بيقولوا حاضر كده كانوا نفسهم يبقى في قائمة وفا يعني مش قصدي حاجة لا حرج لانه انا وجهت السؤال الشبيب يعني الحقيقة احترامي لكل المرشحين ناس محترمة جدا انما لو اي حد فيهم كنونا له تعالى كان جيه انما الاثناشر واحد متقسم عليهم الملفات ودول نتيجة العمل اللي تم فيه الشهور الاخيرة دي اول نقطة هيكنت بتسأل على النقطة التانية ان انتو بتتعملوهم معاملة مختلفة خالص احنا قلنا احنا كسبنا جميعا كل الناس دي لها ادوار ناخدها في لجان بعد كده وفي ادوار جوه النادي مفيش اي مشكلة خالص ما عندناش اي مشكلة في كده النادي في مشكلة كبيرة لازم كله يتكاتف انه يساعد مش هنقدر لوحدنا بانعزال عن الناس دي احنا عندنا رؤية وستراتيجي انما لازم كل الناس دي تبقى متفقة معنا اتكلمت عن التوافق بشمعندس هاني برضو في فكرة تشكيل القيمة اللي دخلت الانتخابات ماذا لو الانتخابات اصفرت عن مجلس جزء فيه من القيمة واخرين من خارج القيمة هتعرف تشتغل بسألك تحديدا لان شفت انك انت حاطت اشتراطات كي تقبل الدخول في الانتخابات لا انا برضو عايز اقول ما هياش انا قلت اشتراطات قلت مبادئ قلت مبادئ اه اه قلت مش عايز اقول شروط انا محطتش شروط الحية ولا حد فينا تشرط على اي حد عشان وانا ما بحبش اقول ان انا دخلت القيمة جيبه شروط لا احنا اتفقنا على مبادئ معينة هنشتغل بيها كلنا هو الاول شرط اخره نوره عموما يعني اذا كان شرط فدي مش ازمة الواحد بيبقى وردو عايز يضمن قدرته على العمل لا مع الخماكة الموجودة دي ما تقدرش تقول انها شروط انا اتفق مع مبادئ توافقنا عليك فاي حد حيخش يعني لو لقدر الله حد من القيمة لم يوفق اي حد تاني حيخش جوه المجموعة يجب ان يتوافق على هزي المبادئ وهي دي المبادئ اللي احنا هنشتغل بيها وفي الاخر يعني انا حضرتك بخبرتي انا عدت في مجالس ما كانش فيها توافق ومجالس دي بقى ما فياش انتخاب المجالس دي فيها مساهمين كتار وكل مساهم يعين من يشاء ليه يحطه في مجلس الادارة وارد جدا يكون هذا المساهم عنده توجه معينة في الطريقة اللي عايز الشركة او القرارات تتخذ بيها وبالتالي بيوجه السيد عدو مجلس الادارة لإعتراض على بعض القرارات او خلافه يعني فبالتالي بيعمل نوع من عدم الانسجام وعدم الهارموني او الانسجام برضو في مجلس الادارة فاحنا نتمنى اي حد هيخش يجب ان يتوافق على هذه المبادئ ايه رو شتة التعامل مع عدم الانسجام في حالة غياب الانسجام داخل المجلس بما انك عصر قرار الحاجة اللي انا ما بحبهاش ان انا في الاخر يعني في اغلبية جوه قرارات مجلس الادارة والاغلبية هتؤخذ بصوت الاغلبية وحيدون اعتراض هذا السيد العضو على القرار اللي تم اتخاذه مفهوم ما بيبقاش افضل حاجة يعني وانا ما بحبهاش شخصيا حتى يعني موضوع الفوتينج يعني الزميلي الاستاذ هاني شكري يعني انا بوصل للفوتينج ده في اخر حاجة انا دايما بحب يبقى فيه نقاش كلنا نقعد نتناقش ونتفاوض ونتكلم ونقتل الموضوع بحسن زي ما بيقوله لغاية لما نطلع بالقرار يرضي جميع الاطراف لان في الاخر انا بحب قوي كلمة الموائمة الكمبروميز يعني كلنا الموائمة في اي حاجة ليه ولا هتكسب كل حاجة ولا هتكسر كل حاجة خلينا نوصل لنقطة التوافق في النص نقدر ان احنا نمشي بيها مفهوم فيعني ده زي اللي بقول لحضرتك لو اي حد دخل وحاول يعمل نوع من عدم الانسجام او نوع من التوتر داخل مجلس الادارة اعتقد ان كل الناس اللي هتبقى احنا جوة المجلس لها من القدرة انها تحتوي هذا الموضوع ممتاز اشتركوا في القناة